أهلا بكم مجددا أعلن فريق من العلماء بينهم أمريكيون في جامعة هونغ كونغ توصلهم لإنتاج روبوت صغير الحجم يتمكن من الانصهار ليتحول من الحالة الصلبة إلى السائلة ثم إعادة بناء نفسه مجددا الفريق العلمي صور تجربة حية مدة أقل من دقيقة واحدة أحدثت ضجة في الأوساط العلمية حيث تمكن الروبوت من تحرير نفسه بعدما كان حبيص قفص مغلق بإحكام الروبوت فعل ذلك بأندابة ليتسلل بين القطبان المعدنية ثم عاد لشكله الأصلي تجربة أعادت للأذهان قصة فيلم الخيال العلمي الأمريكي ترمينايتر لكن تشينجفانك بان عضو الفريق البحثي قال إن تجارب الفريق العلمي في هذا المضمار مستوحى من الرقويات وبخاصة خيار البحر وليس من السينما الروبوت مصنوع من عنصر الجاريوم وقد اختير هذا المعدن لقابليته للانصهار عند 30 درجة مئوية وتم تحكم في هذه المادة مغناطسيا الروبوت مزود بجزيئات مغناطسية دقيقة الحجم هذه الجسيمات تقوم بدورين أحدهما المساعدة في عملية التحكم في تنقلات الروبوت عن بعد ودور الثاني هو تسخين الروبوت حتى ينصهر عبر تعريضه لصدمات مغناطسية متتالية الروبوت الصغير الذي أطلق عليه اسم تي ألف تمكن خلال اختباره في تجربة أخرى من الانشطار لنصفين والالتحام مجددا كما تمكن من الاتحاد ليكون جسدا واحدا مع ربوتات أخرى من خلال التحكم المغناطسي فيه عن بعد طريقة الذوبان ثم العودة للوضع الصلب استخدمها الفريق العلمي في إزالة جسم غريب من نماذج معدة وصنعت لتكون شبيهة بمعدة الإنسان لكنه لم يتم استخدامها بشكل فعلي طبيا حتى الآن أهم الاستخدامات التي يقترحها الفريق العلمي للروبوت المغناطسي الصغير تتمثل في حل المشكلات الطبية والهندسية الدقيقة حيث يتم لحام الدوائر الكهربائية والوصول بالعلاج إلى المكان المقصود داخل جسم الإنسان وللمزيد ينضم إلينا عبر خدمة زوم من سان فرانسيسكو في كاليفورنيا الخبير في مجال الذكاء الاصطناعي وعلم ربوتات تيم كاجان أهلا ومرحبا بك معنا تيم أولا اشرح لنا ما رأينا في هذا العرض ولماذا هذا تطور كبير ما يتعلق بهذا الأمر هذا تطور جيد إنه مصطفة عامة أجيال طويلة كانت تفكر في موضوع فيلم الترموليتر وكان هناك الكثير من الأفحاث غاليوم هو ليس المعدن الوحير هناك أيضا معادن أخرى في هذا السيناريو هذه التجربة تعامل معها الباحثون واختاروا الجاليوم كما ذكرت وهو غير سام وشكله يمكن تعديله بحسب درجة الحرارة حوالي 30 درجة تقريبا فهذا الفيديو يظهر أنهم حركوا الجاليوم وقاموا بإعادة تشكيل الروبوت مرة أخرى من خلال جزيئات مغناطيسية دقيقة للغاية نعم واشتخدام مجال مغناطيسي يقوم بصهر هذا الروبوت ثم إعادة تشكيله مرة أخرى عبر المجال المغناطيسي وفي نهاية الأمر ترى الحالة الصلبة تعود مرة أخرى نعم وسيكون هناك استخدامات كثيرة لهذه التجربة في المجال الطبي ولكن في هذه اللحظة فيما أن درجة الحرارة أقل من 30 درجة مئوية لا تسمح ذلك أو تلك الدرجة بالاستخدامات الطبية على جسم الإنسان تم بمعنى كأشرت لمقطع الفيديو لهذا الروبوت تعالى نشرك مشاهدينا في مشاهدة هذا الفيديو ونعود مجددا لنناقش ما فيه ترجمة نانسي قنقر نعود مرة أخرى إلى ضيفي الخبير في مجال الدكاء الاصطناعي والروبوتات تم كاجان القائمون على هذه التجربة أشاروا إلى أن ما حدث بالفعل هو الجزء الخاص بالخروج والانصهار لكن الجزء المتعلق بالعودة مجددا هو فقط طم تصويره بهذا الشكل لماذا؟ وما الذي نفهمه من هذه التجربة حتى الآن؟ يمكن أن تشعر التجربة هي إظهار إمكانيات وتطبيقات المستقبلية التي يمكن أن نتحدث عنها طبعا وهي غير متاحة الآن كما قلت هناك جزيئات مغنصية داخل المعدن يتم التحكم فيها لتغيير الشكل وتقليل رجل حرارة للتحول إلى الحالة الصلبة والحالة السائلة مسألة استدعاء هذه النماذج من أفلام الخيال العلمي هل إلى أي مدى هي تساعد في توصيل الفكرة للناس وفهم هذه التجربة مع أنها تظلم ما أنجزه المخترعون؟ بالطبع كما ذكرت الأمر الأول الذي يتبادى لبادر إلى دين هي هو فيلم الترمينيتر ومن المهم للصغار أن يهتموا بمثل هذه التجارب وهذه الأبحاث أنما يكون لدينا مثل هذه التجارب والتجارب أخرى الشباب عندما يرون هذه النتائج التي نحققها يستطيعون فهم أن ما يرونه في الأفلام أو في كتب الخيال العلمي يمكن تحقيقه فأعتقد أن هذا الأمر هام للأجيال المستقبلية بالتأكيد القائمون على التجربة قالوا أنهم استلهموا هذه التجربة والجزء الخاص بالانصهار من الكائنات البحرية فإلى أي مدى هذا يثبت أيضا أن الوقع فيه أكثر مما هو خيال في الأفلام التي شاهدنا الترمينيتر الذي قررت الإشارة إلي نعم صحيح عندما أتحدث عن خيال العلمي أنا أتحدث عن الجمهور العام الذي عليهم أن يقارنوا بين ما يرونه بين ما شاهدوه من قبل ولكن الباحثون كل ما يقومون به هو البحث عن إجابات من الطبيعة وكانت هذه أحد التجارب التي تستند على الكائنات الطبيعية وكيف يمكن نتعلم من الطبيعة وهم ينظرون إلى الأمور الأخرى بحثا عن دوافع من الطبيعة للإلهام ومعرفة المسارات المستقبلية لهذا البحث ثم أنت تحدثت عن ما يخص الاستخدامات الممكنة فيما يخص العمليات والجانب الطبي وحتى نحن وشرنا في عرضنا إلى ما يخص الهندسة وغيرها من اللحمات لكن ماذا عن الفضاء ما الذي يمكن الاستفادة من تطورك هذا في مجال الفضاء والقدرة على الانصهار والعودة مجددا وغيرها إن تمت هذه التجربة هناك كثير من التطبيقات ونحن في البداية أو نقطة صفر لأننا لابد أن نعمل لنصل إلى مرحلة إنتاج في مجال الفضاء ما الذي سيحدث يمكن استخدام معادن أو مواد أو أجزاء في محطات الفضاء أو أي تكنولوجيا جديدة والطبيقات الأخرى هو أنه إذا كسر أحد الأمور مثلا سيكون هناك إمكانية لإصلاح هذا الكسر وليس من السهل على البشر الخروج خارج محطة الفضاء لإصلاح لأن البيئة صعبة لغاية ويمكن استخدام معادن الجاليوم أو مواد أخرى للخروج خارج محطة الفضاء وإصلاح المواد المكسورة ونفس الشيء ينطبق في مجال التعدين والإنشاءات وإذا كان من غير الممكن للبشر العمل في هذا المجال يمكن للروبوت أن يعمل الخبير في مجال الذكاء الاصطناعي وعلم الروبوتات تيم كاجان شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر